نايم وحد الدايم وموا على سحوركم جاي رمضاني زوركم يا نايم وحد الدايم وموا على سحوركم إجا رمضاني زوركم كلمات لا تزال تصدح مع وقوع طبلة المسحرات في إحيائه مدينة السلامية لإقاظ الناس على السحور المسحرات أبو شهب لا زال يحافظ على مهنته المسحرات التي تعني له الكثير أنا هون مسحرهم بالحارة كل سنة بتلاقي بيجيب سحر الحارة في مناطق المنطقة اللي تلاقي مسحاراتي خاصة وفي عالم تسهر يعني للسحور وفي للسحارات لها اللي بتلاقي بيسر العادات الشعبية الأديمة ومنه نحن بتلاقي نشتغل فيه بهالمجال هذا في هدئة الليل أبو شهب يقوم بجولات في الأحياء والشوارع خلال شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر لإيقاظ ناس لتناول السحوري قبل بدء صوم النهار صيفته العادية خلاله بيعرف حاله شهر رمضان بدي يشتغل فيه إنه مساعة مسانا ساعتين ونص بيطلع من بيته بيمر على الحارات تتلاقي والحارات شفت أنت عندك تقريبا الأداء بيصير خمسة معك ساعتين ونص معك ساعتين ونص بتعود عادة بالسحر بيها الساعتين ونص بيدور بيزان بين حوالي ساعتين ونص بيها الحارات اللي بيستلمى شعبيته أريبين ورفقاته بتلاقي هالحارته بيسحروا بتلاقي وبيعود مسانك البيع في منه بيعدوا وفي منه ما بيعدوا تينهار بيواجول المسحر أيام قالوا له يا أبو فلان ليش ببهر ما عاعدتني قالوا لا عاعدتك أنا بس أنت نمكت إي شو كنا شو عندك شغل وسهران هيق إيها بيعاتبوا بعضوا أنه ليش ما سحرتني قالوا لا أسحرتك أنا بالعلامة كذا بتلاقي ضوكو كان شاعر ضوكو كان مطفي تعود أصول المسحرات إلى الحضارات العربية الإسلامية القديمة حيث لم تكن تتوفر في ذلك الوقت وسائل الاتصالات الحديثة المستخدمة اليوم وكانت الحاجة المسى لإيقاظ الناس لتناول السحور والصلاة قبل بدء صيام النهار هي العادات اللي كانت بيحماهي لها ولها يعني بس بقى لا في حارات حارات يعني في حارات الساعة ملتزبة بهالشغلة وفي حارات الشغلة الأنترنت كدرت يعني ما عادة أنه صف بيسهروا بيسهروا مثلا يابعروا جوالاتون وفي حارات لساعة شعبية تشتغل لساعة المسحراتي والمسحراتي هذا بإخير رمضان بيجي بقى بمرحة الحارة اللي كان فيها أنه عم سحير بتلاقي بيماسيون بيقولون كله عمتوا بخير خلص كله عمتوا بخير بيعرفوا الجيران أنه هذا هو العيدية المسحراتي ومنذ ذلك الحين والمسحرات يعد جزءا مهم من تقاليد رمضان في العالم العربي والإسلامي يتميز المسحرات بطريقة صوته المرتفعة والمميزة في النداء وباستخدامه آلة الطبلة وحنجرته بغرض إيقاظ الناس لتناول وجبة السحور معدات طبعا المسحراتي الطبل قبل الشيها بدي يكون هذا مشين قاعد فيه ومعه الضو لأن بصير الضو خفيف تلاقي أيام الأول شفيت بشام ميت فشكل اسمه ومعه من نوع السطلي السطلي هاي إذا كان أيام أهل الخير مثلا مشوف شو عندنا أكل أكل دسمي بيقولوا يا أبو فلان روح حدمي أولاده روح أطينا لمسحراتي من أكل فلاني ولا يكتفي المسحراتي بدقه أو عصفه على آلته التي يستحبها ولكنه يردد الأناشيدة والأدعية بصوت مميز يزذب الناس إليه ويعد المسحراتي من أكثر الشخصيات التي تمثل روح رمضان ويشكل جزءا أصيلا من تقاليد رمضان في العالم العربي رسالت إنه يعني هالشباب هاي بتلاقي مواقع ترجع للتراث الأديم تراث أديم حلو قد ما كان إذا ما رجعنا على التراث هو أساسنا التراث أنا من جهة إلي بعشاء التراث عشاء يعني إذا ما كان هيك مرأت بمحلات تراثية أن شقة روح التراث ما بحسن يعني لا لا داخل فيه التراث أنا وأنا يعني مؤاخذة من عشاء التراث كتير وبحب التراث كتير وبحب الشرقيات لحد الآن يعني وبالإضافة إلى مساهمته في إيقاظ الناس لتناول السحور فإنه يساعد على إيجاد الروح الإيجابية في المجتمع وتعزيز الصلة بين الناس محيد دين فهد للأخبارية السورية محافظة حمال